طيب كاته مسألة من تشكيل أنسب بقى أنا كنت أخذت من كابتن وايل الجابهة اليوسرى أنا عايزك بالكامل بقى تقولي التشكيل بالكامل من وجهة نظرك في مباراة أنت محتاج أنك تاخد نقطة أو تكسب المباراة عشان تخلص على الوصول أو تبقى خلاص واصلت بشكل رسمي لكاس الأمم أفريق هو التشكيل أفريق خلي بالك أنت لازم ألعب برضك أنا عايز بالموش إيه عايز بالجيم إيه بالضبط أنا مش عايزة بتري أفتح أو أعمل ريزك علي بره بالذات أنت عارف أجواء في كينيا والدول الأفريقية بتبقى الموضوع صعب شوية بس في فرؤات في الكورة في إمكانيات في الكورة العيبة لحاجات تانية تانية مختلفة تماما وعندك أفراد تقدر تحليك المشاكل اللي جلها لو تجي تتكلم مع التشكيل أفريق مش هيخرج عن الناس اللي بنتكلم عليها عشان ناوة طبعا بقى في حراس المرمى هتلاقي أحمد حجازي طبعا موجود وأنا شايف اللي هو ممكن هيدي ياسر إبراهيم يبقى لي تواجد بردك وهتلاقي ناحية المين محمد هاني ناحية الشمال أنا شايف كابتن حسان ممكن هيدي عبد الله جمعة هتبقى في نص الملعبة موجود السلية والنني وهي بقى موجود محمد صلاح والتريزيجي وراس حربة يبقى أنا شايف المصطفى محمد اللي يبتدي راس حربة بس هو ده التشكيل مش يخرج عن كدر الشكل الخططي بقى في الملعب يا كابتن ومسلم في تشكيلة زي كده هو التشكيل زي ما انت شايف في كابتن حسان بيردك بيأتم تخلي بالك لو جانا نتكلم على القائمة بيردك أو حاطة اتنين بيعمل نفس الوظيفة انت عندك مثلا إسلام عيسى ومصطفى محمد نفس الشكل ونفس الوظيفة بيلعبوا نفس الأماكن نفس الشكل بالضبط فعنده حرية خلي بالك اللعيب الحر يا فاروق في التشكيل زي ما شايفين بيردك انا كابتن حسان بنكلم على احمد ايمان منصور ونفس الكلام بردك بنكلم على ايه ايمان اشرف ممكن يلعب مساك وممكن يلعب سردباك الاتنين نفس الموضوع بتتكلم في نص الملعب عندك عندك طرق حمد موجود والنيني والسولية نفس الكلام فانت عندك عندك افراد كتير وعندك عناصر كتير تيضا تصغلها في موضوع زي كده بس انا عايز اعرف انت هتشغل لشكل الجيم الاولاني ازاي قبل من اول هبتري منزول من نص ملعب هبتري افتح شوية 90% الناس كلها تبقى مسكة محمد صلاح 90% لكل الناس كلها الشغل بسيطة دلوقتي بقى عندك لعبة يعني غير صلاح عندك وصفة محمد عندك وصفة محمد عندك افشة دلوقتي انا معانيك بسيطة خلي بالك دلوقتي اللي موجود الناس كلها الشكل اللي عام كله محمد صلاح ميزة كبيرة جدا اللي هو موجود هيتميزك اه هيتميزك بشكل كبير هيفضيلك للناس تانية موجودة وخلي بالك وما كنت منلعب الفترة فاتت في أفريقيا محمد صلاح كل ماتش كان بعليه رقابة جامدة جدا اللي كان بيحلك في مطوشة الصعبة منها فاروق تريزيجي وخلي بالك وكبر رقابك لما جيه قبل ما يمشي قالك أكتر واحد كنت بعتمد عليه بعد صلاح كان تريزيجي أول عنده الصرع وعنده قوة وعنده حلول بيقدر يعملك يعني الدربتين الجزاء اللي جابوه من منتخب اللي كان جابنا من منتخب مصر كانت رزيجي فعندك لعيبة مؤسرة عندك مصطفى محمد دلتي فضرت لدوب كبيرة جدا قادر أستغلها بشكل كبير عندك هاني بعد كاس العالم الأندية راجع بشكل مميز جدا عندك السلية نفس الكلام أنت عندك حالات فاروق الحالة معنوية للعيبة الموجودة لقتي لعيبة الناد الأهلي أو الطرفين أو لعيبة الناد الزمالك في آخر فترات الدنيا من نوع عمانشة بشكل كويس هي النقطة اللي بنتكلم فيها أنت محتاج إيه بالزبط؟ محتاج بونت أقدر أشتغل به هاخد البونت تقول أنت عمرك أصلا هتخش مباراة وأنت محتاج تقول أنا محتاج بونت نا هو يشيقول كده بس هو التشكيل بتاعه يا فاروق هيشوف إيه بالزبط يعني هيقولك عن قابل من نص ملعبنا هنبتلي نتقابل من نص دول شغل الخصتي وطريقة اللعب والضغط بالنسبة ل بس ده اللي بنتكلم فيه أنت بالزبط التارجت بتاعك هبتلي منين وهشتغل منين الأدوات زي ما كنا بنتكلم الباكليفت هتحط عبدالله جمعة هتقوله أنت تقف لحد نص مرعة من تطلعش ده اللي بكلم يلي كابتن وائل انت عندك كوبر وكان مثلا يقولك الباكين يقفوا سبتين ومحمد صلاح وتريزجيه هما تديموا الحرية هما اللي بيطلع على طول فمسلا ممكن كابتن حسامي يقولك لأ الباكين نتديموا الحرية فدي كلها الشكل الخططتي والتكتك اللي هو يعمله كابتن حسام في المواتش زي ده